السلام عليكم ورحمة الله متتبعي قناة الوكرة العقالية يسير في هذا الفيديو الجديد متابعين الكلام تمنوا تكونوا بخير وعلى الف خير فيديو اليوم حول موضوع مهم بساف وهو كيفية توتيق العلاقة دي الكراع بين المكري والمكتع يعني هادي الموضوع جد مهم لان هناك عدة قضايا في المحاكيم في هذه الخصوص دي القضايا ما بين دي الكراع غن تكلمو كذلك على المشاكل اللي كترتب عن عدم اقامة هاد العقد اللي هو شارعة المتعاقدين وغن تكلمو كذلك في هذا الفيديو على بعض المشاكل التي كتوقع المكري وكذلك بعض المشاكل اللي توقع للمكتاري. اذا تابعوا هذا الفيديو متبعينا الكرام. فبالنسبة للمكتاري فبعض المشاكل التي يمكن ان تقع له يعني توقع له وهي مثلا يمكن يكري واحد دار او محل يعني غاراج او محل يحط فيه مثلا سلعة او منزيل يحط فيه الاتات دياله. مباشرة كي تبدلوا القفولة دي لهاد المحل. وبعض الحالات لانا كين الناس اللي عاديم الضمير كمثلا كيد ديولوا السلعة دياله والاتات دياله في هاد الحالة حتى انه يعني عادي يكون بدال كراء حتى واللي يجاء للقضاء فباش ياخد الحق دياله فهنا صعيب شوية باش ياخد الحق دياله لان ما كينش عقد ديال الكراء اللي كيتبت انه كان فعلا ديحت الاتات دياله وما كينش كذلك الشهود. وكذلك انا كين واحد دور مهم ديال الوكرة العقارية. لانا كنت اولا كنت الوكرة العقارية غتكون هي شاهدة على انه كراء هذاك المحل. اذا بالنسبة لبعض المشاكل الاخرى كذلك اللي كتوقع وهي انه ممكن ان المكتري اللي كيكون كاري شي محل كيخلص الكراء دياله بصيفة اه يعني متظمة كيخلص دياله يعني بعد سانوات او بعد ثلاث سنين او او اربع سنين او خمسين كيجي واحد اللي كاريه وكينقره وكينقره يش خصوصا انه اذا ما كانش يتوصل توصيل ديال ديال الكراء ففاد الحالة القانون كما يقولوا لا يعذر احد بجاهل القانون. يعني هناك اهمية الكبرى ديال عقد الكراء والتوتيق دياله اللي كيبقى مهم بساف متتبعين الكراء. وكين كذلك بعض المشاكل اللي كتوقع يعني في بالنسبة للمكتري وهو انه مثلا كيكون كاري واحد المنزل او محل عند واحد شخص وبعد اه يعني الحياتية دي بعد ذلك فاشي تفوف هذك الشخص كيجو الورطة. فاجو لجو الورطة كيبقى هو المحل ديالهم. وفاد الحالة لما كانش العقد ديال الكراء وما كانش هذك صاحب المكري كي يعني يتوصل بوحد التوصيل ديال الكراء فهنا يعني الامر صعب بالنسبة للمكري وممكن انهم يخرجوه يعني بوحد طريقة يعني بالتماطل يقول له بدعوه انه ما كيخلش لانه اه بدعوه التماطل لانه في القانون من مجيبات الافراغ ديال المكري وهو وهو التماطل يعني لا تبتو انه هو تماطل وهذا كيبقى لحسب الضمير للانسان لانه اه كيين اه كيين صالح وكيين طالح فهد الامور كلها الانسان في غينة عنها لدار دار واحد العقد ودار واحد الكونترا اه ديالعقد الكراء وتوصل وياخد كل شهر توصيل فاش كيستدد السومة الكرائية معند المكري يعني هذي امور كتحمي المكري وكت تحميهم اي اه كم كذلك يعني كتوتق العلاقة الكرائية. اذا متتبعينا الكرام غد نمشيوا الان المشاكيل البعض المشاكيل اللي كتوقع عند المكري المكري يعني اللي كيكري الدار دياله. فمستبعينا فالمكري كذلك تهو كتوقع عليه مشاكيل اللي هي مشاكيل اكتر من المشاكيل اللي كتوقع المكتري. فمثلا في بعض الاحيان المكتري ما كيخلص مثلا المستحقات ديال الكراء. وفاش كيطالبو المكري بالاداء ديال المستحقات كيوقع بناتهم سوء تفاهم كيوقع ما يتفاهموش. فهنا المكتري كيلجأ للقضاء باش انصفو يعني باش يطالب بالحقوق دياله ديال الخلاص ديالك شوالا ما خلصوش المكتري. فهنا اه المشكل كيلقاه صعيب زاف وهو فاش ما تكونش الكونترا ديال الكراء. لان في حالة عدم موجود واحد العقد ديال الكراء اللي كيوتق العلاقة الكرائية ما بين الكاري والمكتري. فهنا خلصو يدير واحد المحضر استجوابي. وهد المحضر استجوابي خلصو يدير عن طريق يعني الطريق صحيح وهو عن طريق رئيس المحكمة. اللي اه كيبعت واحد المفوض قضائي باش يبحث على هذك المكتري. باش يوصلوا باش ياخد الاقوال ديال الهد المكتري. وهنا كتكون اه حالات اللي كيمشي المفوض القضائي مثلا هذك المحل وما كيلقاش هذك المكتري. وهذه الحالة كالطوال المدة ديال الدعواء. وهنا الناس كين بعض الناس اللي كي تشكاوا صراحة كي يقول لكوا ديال الدعواء القضائية طوالت لي متى ربع سنين. وانا ما زال ما يعني باقي في واحد المشكل القضائي مع المكتري. فهاد المشاكيل كما قلنا الحل دياله هو الكونطة. هو عقد الكراحة. وحتى نفترضو ان المفوض القضائي لقاه المكري يعني لقاه تما في الدرد لكريها وفاش كي يستجوبو كين اه كين البعض. نحن نتكلم على البعض. لكن نتكلموش. لان انت المكتري كيبغي يدفع على رأسه وكي مش يستعشرته هو مع المحامي كيستعشرته مع اه ياخد استشارات. فمثلا كي يقول له مثلا لكن كاري حقيقة بخمسة لف درهم. مثلا كي يقول للمفوض القضائي كي يقول له انا كاري مثلا بالف وخمسمائة درهم. اذا المتتبعين الكرام. فهذا الامور يعني اه يعني وغالبا في هذه الحالة فالمحكامة قد ته تحكم انها تصدق ان المكتري فعلا مثلا كاريب هذيك السومة ديال الف وخمسمائة درهم. وان وتصدق ان المكتري فعلا ما خلصوش. وكي يدير واحد يعني يكون واحد المسألة اللي كتكون في هذا الاطار. اذا كي يبقى متتبعين الكرام. اذا متتبعين الكرام كي يبقى العقدة ديال الكراء والكونترات ديال الكراء كتبقى مسألة مهمة بزاف لان اه كتحمي الطرفين كتحمي سواء المكتري او المكري فا اه الكونترات ديال الكراء ضرورية. ليه لكنت الوجود ديال العقد الكراء يعني اه ما تكون تكون رؤية واضحة ما بين المكري وبين المكتري وما يوقعش المشاكيل وما توقعش اي مشاكيل لا بالنسبة للمكري والنبس من المكتري يعني الحقوق ديال المكري محفوظة والحقوق كذلك ديال المكتري محفوظة ديال كين الكونترا ديال عقد الكراء مسألة مهمة اخرى متتبعين الكرام وهي ان في العقد ديال الكراء لابد واحد الامور الاشارة اليها وهي الامور في الكونترا في تحرير العقد لابد من اتبات الصفة ديال الطرفين يعني سواء المكري او المكتري يعني سواء بالرخم البيتقة الوطنية بالعنوان وكذلك اه السومة الكرائية ديال الكراء ديال المحل او المنزل او يعني للمحل عنوان الكراء. فالسومة الكرائية ضرورية واتبات الصفة امر مهم. وكذلك المدة تحديد المدة ديال الكراء يعني واش مدة يعني اه محددة او مفتوحة. وعامل اخر مهم متستبيعين الكرام اللي كيوقع فيه اه يعني خلاف كبير بحكم اه اه الشراه واقع والناس كعارفين هاد المسائيل وهو ضريبة النظافة. ففي الكنترا في عقد الكراء لابد من الاشارة الى شكون الطرف اللي غايخلص ضريبة النظافة واش المكتاري او او المكري. لان هاد الامر مهم بساف. هاد امور كلها كتخليد هديك الضبابية وكتخلي العلاقة الكرائية ما بين الكاري والمكتاري علاقة يعني اه كما نقولوا مبنية على اسس قانونية اللي كتحمي الطرفين متستبيعين الكرام. فهد الامور مهمة بزاف وكذلك مسألة الماء والكهرباء المسائل دي الاداء الماء والكهرباء يعني امور مهمة لكي يقع فيها مشاكل وخلافات كتير ما بين المكتاري والمكري. يعني العقد الكراء بخلاصة وهو عقد كما نقولوا العقد وهو شريعة المتعاقدين. يعني عقد كي يبين الرؤية الواضحة دي العلاقة الكرائية. فيه حماية دي الحقوق دي الكاري وحماية كذلك لحقوق دي المكتاري متتبيعين الكرام. فهده هدي مسألة مهمة. تمنوا ان هاد الامور تكون يعني اه اه على علم الناس بها لان لا احد يعذر بجاهله للقانون. اذا متتبيعين الكرام كين واحد رسالة غننوزوها كذلك الى بعض الملاك اللي اه ربي يسرع لهم عندهم ما شاء الله عندهم اه يعني ميسوريين ما شاء الله الله يزيدهم الرزق بالعالمين. فمثلا لكن كاري واحد الشخص مثلا وهذا الشخص بثلا توقف على العمل. في اه يشوفوا فيه باحد نوع من آآ رحمة واحد التضامن واحد التعاون. فالله يسرعون فالله يسرعون الله يسرعون يعني يعني الامور اه يعني كتذبقى يعني في تضامن. هذا كنت تكلمع البعض الملاك اللي عندهم ما شاء الله عندهم عقارات كثيرة بزاف. يعني ميسور الله عليهم والله يزيدهم. اما بنسبة كذلك بعض الملاك اللي يسرعون. فاندهم مثلا هذك الكراء عايشين. فهنا آآ كيبقى هذاك المكتري الى كان عنده آآ الامكانيات والخال فلوس يخلص هذاك آآ المكري. وكيبقى مسألة تعاون وتضامن وهذا مكان. ومتتبعين الكرام. اذا الى فيديو جديد ان شاء الله وموضوع آخر بحول الله وقوته. نتمنى لكم كل الخير متتبعين الكرام ومتابعات الكريمات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة